قدم صباح اليوم ممثل منظمة الهجرة الدولية لدى البلاد نتائج حصيلة مشاريع بناء المراكز الحدودية للهجرة والتي بلغت تكاليفها بأكثر من 1 مليار فرانك سيفا بدعم من قبل الحكومة اليابانية كان ذلك بحضور وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر تقرير أبدالله هارون برمح في ظل التعاون المشترك بين وزارة الأمن العام والهجرة والمنظمة الدولية للهجرة في مجال التعمين وتقديم القدمات الإنسانية بالبلاد جاء أرض حصيلة النتائج التي حققتها المنظمة في سبيل العون الإنساني تلك المتعلقة باللاجعين والنازحين في الأراضي الوطنية خلال المناسبة قدم ممثل المنظمة أحمد ماهر كلمة شكر فيها سلطات كادية على التعاون الجميل في مجال هماية موظفية المنظمة وأكد أن المنظمة خلال برامجها قدمت المساعدة الفنية من عجل النهوض بإقطاع التعليم خاصة لللاجعين والنازحين منهم موشيرا إلى المشاريع التي تم تنفيذها في ظل وضع الاستراتيجية الأمنية على الصعيد الوطني مطمئنا أن فرصة وصول اللاجعين والنازحين على أفضل القدمات في قطاء المياه والصرف الصحي كما أن المنظمة دربت العديد من اللاجعين في مجال المحارات الزراعية والصناعية كما أكد وزير الأمن العام لهجرة حرص البلاد على تقديم الشراكة الإنسانية الممتدة هناك تعاون شديد وكبير بين الهكومة الشادية عبر وزارة الأمن والهجرة مع المنظمة الدولية للهجرة فهذه المنظمة متخصصة في موضوع أو موادع الهجرة فتدخلت في شاد منذ زمن بعيد في مشاكل كثيرة مشاكل السنترافيك، مشاكل دارفور، مشاكل بوكوهران في لاكتشاد ودائما نعبدا هذه المنظمة باختصاصها ومشاكل ليبيا التي تم بموادع الحجرة وعلى حامش فعاليات أرض الحصيلة تم تسليم مراكز حرص الحدود على الحكومة الشادية والتي تم تنفيذ مشروع بنائها بقيمة تقدر بأكثر من 1 مليار فرانكا سفا بدعم من الحكومة اليابانية عبر المنظمة الدولية للهجرة تم تسجين مؤخرا بمنطقة دابو نقطة أمنية لمراقبة الحدود الشادية النجرية وذلك لضمان الأمن بتلك المنطقة ترأس المناسبة مدير التعاون والبرمجة والدراسات بإدارة الأمن العام علي أدم تولي جرت المناسبة بحضور العديد من رجال الأمن مزيد من التفاصيل مع زميلة مريم أبو الرحيم عرضه 60 مليون من الفرنكات الإفريقية هو المبلغ الذي خصص لتمويل مشروع تدشين بوابة مراقبة الحدود التشادية النيجيرية وذلك من قبل حكومة اليابان هذا المبنى تم تدشينه في منطقة دابواء التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود النيجيرية ويتكون مبنى بوابة المراقبة من ثماني صالات وطاقة شمسية وصهريج للمياه وبعض المباني الملحقة كما زود المبنى بأجهزة حاسوب الغرض من هذه الخطوة هو الإسهام بشكل كبير في محاربة الإرهاب على مستوى الحدود وبهذه المناسبة الاحتفالية فإن مدير التعاون والبرمجة والدراسات بإدارة الأمن العام علي آدم تولي ناشد رجال الشرطة المكلفين بتسير البوابة العمل بمهنية تامة كما أشاد بجهود حكومة اليابان والمنظمة الدولية للهجرة على إنجاز هذا العمل الذي لا يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد نذكر بأن مدير التعاون والبرمجة والدراسات بإدارة الأمن العام طلبا من الجهات المختصة احترام اتفاقية التعاون الموقع بين تشاد والدول الأخرى ترجمة نانسي قنقر